ومعليكم راحة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا نساش نعمل لايك نشترك في القناة وقبل ده كله صالح سيدنا محمد اللهم صالح سيدنا محمد وخبرنا النهاردة بيتكلم عن سمارة الجميلة سمارة ريحية ورسالتها الجميلة وان هي بتتكلم عن الحب والعاطفة وان هو ده اسمة حاجة موجودة في الدنيا وان قوة الحب هي اللي بتحرك الانسان وبتدفعل اي شيء كده كمان مش الحب بس مشترط ان واحدة تحب واحدة او واحد يحب واحدة لا ولكن كمان اي حب موجود في الدنيا فهو ده بيديك الطاقة وبيديك قوة انت بتقدر تكمل بيها وبتنجح بيها وبكمان بتتميز وتفوق بيها حتى لو انت عندك حيوان بتحبه وبيحبك الحيوان لما يكون مخلص ديك وبطرعاه طبعا دي حاجة جميلة جدا فقوة الحب هي اللي بتحرك الانسان ومش بس كده كمان ظهور مميز ده ابو جبل وهو بدحكات متميزة وجميلة دحكة فعلا طالعة من القلب ربنا يوفقهم يا رب الاتنين ويسعيدهم وده يثبت كبير قوي على الناس اللي تعبت ودعت من كل قلوبها وفعلا احنا دعينا كتير جدا وتمنينا ان السنائي دول يرجعوا لبعض وده ليه علشان ربنا سبحانه وتعالى حط حبهم في قلوب كل الناس اللي دعتهم كانت ارادة ربنا قبل اي شيء وفي اصلاح في القلوب لان ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم يعني هما لازم يكونوا هما الاتنين صفين لبعض او عايزين اصلاح عشان ربنا يوفق ما بينهم كمان دعوات الناس الصادقة الجميلة اللي طالعة من القلب وحبهم لأبو جبل وحبهم لصمارة اللي بكل قلبهم فعلا ربنا اعاد لهم ده وده طبعا زي ما بنقول لورا الناس يعني ربنا خلى الناس تدعي لك من قلوبها فده علشان خاطر ربنا هو اللي حط الحب ده في قلوبهم عشان خاطر انت بني ايضا طيب ربنا يوفقهم يا رب ويسعدهم اللهم امين ونشوفهم دايما مبسوطين يا رب العالمين وهي اكتبولي انتو وجهة نظركم في الحب هي ايه؟ الحب هو سند اهتمام رعاية كلمة حلوة طلعة من القلب اكتبولي في التعليقات تصنيفكم للحب بالنسبة لحضراتكم هو ايه؟ وايه هو اقو حب بيستمر في الدنيا دي؟ عايزة ضروري جدا عايزة اعرف رأي حضراتكم وكمان سمارة بتسأل كل متابعيها سؤال مهم وهم عاملين ايه وايه احوالهم؟ ويا رب دايما جميعا تكونوا بألف خير اللهم امين واشوف حضراتكم عن ألف خير يا ربي في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله